بين هذه الطبيعة الخلابة بشلالات وادي البارد بشمال الصيفة قرر محمودا يجسد فكرة إنجاز قامة رفية سياحية تعود بالزائرين للقرن العشرين حيث لا وجود للتكنولوجيات الحذيطة إطلاقا جئت لهنا الجبل قاعدت في البلصة هذه كالكفة في الشفر قاعدت نخلنا نطراشيات الحيات هذه ما لازم نكملها قواجي لازم ندير حاجة لازم ندير حاجة ما ما نشعرف حاجة هكذا قد دي كل انشاط اللي فكرة قلتهم وليما لا البلصة هذه كتاع الجدود عليها ما نستقلهاش ونخدمها ونديرها شغل أنجيت ولا ميزون دوت ولا كشها في ساعة هكذا أربع سنين وأنا نخدم وما ندخل السورة أربع سنين هي كان مكان ولو ملاخر در هذه تاع جدود كانت مغطية بشك هذه والله صراحة قولوا بلك واحد قرن ثمانين سنة أبيب مشروع بدأه محمود بصفر دينارة إن أقرر ترميم منزل الأجداد والاحتفاظ بطبعه القديم فهنا لا وجود للهاتف ولا التلفاز فظائر هذا المكان سيعود بالزمن لأكثر من نصف قرن هنا مكانش تري سيتي هنا مكانش رزو هنا مكانش الانترنت يعني كتجيل هنايا كينين بزاف سألوني قالوا لك على سميته ملي طوال قلت لهم هنايا تسمى كده نقل سميته تستمتع تستمتع بالطبيعة وهنايا تنسيك تنسيك نهائيا من العالم اللي 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 نعايشين فيه حاليا بساسوب بالسلبية انتحها ولا إيجابية انتحها تنسيك نهائيا وشتابعي حتى الأكل فيه داته في الأواني الفخارية صافي يمدل بالنا حتى كانين جماعة هنا وجاو ناس كبار دخلوا للدار وكلوا في الفخار بكاوا تفكروا أيامات زبامان لكي كانت النية كاينة وكي كانت البركة في الوقت هذاك والله يصدقني غير بكاوا هذه خلتني نحس صراحة صدى هذا المشروع تخطى حدود الوطن ليصبح اليوم مقصد المئات من الناس الذين يبحثون عن راحة البال والعودة إلى زمن الأجداد والتخلي عن كل ما له صلة بزمن التكنولوجيا